عايزوا روح للمطش الاهلي لا لا خالص احنا اهلي وبنامت قمة الاسبوع مواجهة موسيماني واهاب جلال انا دايما احترم المواجهة اللي بين اتنين مدربين كبار قبل ما اروح للتشكيلة الفريقين والناس هتلعب اللعب هتبع عاملة ازاي بحب المواجهة اللي فيها فكر كده اتنين علوم جامد موسيماني واهاب جلال هلعب مع بعض ازاي بكر جيمشة ترانج عارف لو ده كوينز جامبت لو جيمشة ترانج بها لان موسيماني اللي عمله في م《مراخ المريخ》 اذا قرروا في مرسك بيراميز في مشاكل كبيرة جدا هيا اتعلم ما تقول الجملة دي انا ليس قلتلك موسيماني واهاب جلال هتبع بعدم كبيرة جدا موسيماني بتاع المباراة اللي زي دي فى مباراة كبيرة إنه يدينه مباراة كبيرة، يدينه مباراة للعب يعني خليه يشغل دماغه وتبقى دماغه بقى مركزة قوي في المباراة هيديك مباراة عظيمة جد. هو إهاب جلال يعني حدث ولا حرج. لكن أنا بشوف إن الموسيماني عليه إنه هو يحترم إمكانيات الهجومية بشكل كبير. عندهم إمكانيات هجومية بالكورة عبدالله السعيد، رمضان صبح، إبراهيم عادل، لكاي، تراوري عندهم إمكانيات هجومية كمان. لعب علي أوش. جدا جدا. في الترانزيشن سرعة جدا. في نص الملعب دونجة عمل موسم هايل حتى في قلوب الدفاع إن كان أحمد سامي أو علي جبر وحارس مرنة طبعا خبرات كبيرة. لكن موسيماني عليه إنه هو يأمن نص ملعبه. فكرة اللعب تلاتة في نص الملعب مهمة جدا ويكون ضمنهم حمدي فاتحي. لأن موسيماني قوته كلها كريم إزاي بقل بالطريقة؟ في لحظة زي الشاطرانج كده أنا عندي قطعة شاطرانج بتتحرك في كل أجزاء اللعبة له حمدي فاتحي. في ثانية برجعه تلاتة أربعة خطوات وراء يعمل لي تلاتة سنتر باكات وطاير علي معلول ناحية الشمال وطاير محمد هاني وبأمقفل العمق بتاعي. طب بقدمه تلاتة أربعة خطوات وراء بيعندي أربعة تلاتة تلاتة وبقدر أن أنا أتحكم في نص الملعب. لكن هو السؤال هل النادي الأهل يقدر يلعب بكرة بسلاسي أقرب للنعيب نمرة 6 من العيب نمرة 10؟ هل يقدر يلعب بحمدي عمر ديانج؟ أنا شايف أنه لا ستبقى صعبة. لكن حمدي واحد منهم وديانج واحد منهم. أنا بشوف أن عمر السلية ياخد أدوار بكرة بس ياخد أدوار زي ما أفش بياخد أدوار. ياخد أدوار في صناعة اللعب الهجومي. ما ياخدش أدوار زي ماتسان داونز في اللعب بس في اللوب لوك لين. في ماتسان داونز كانت ثلاثة شبه بعض فمفيش أي لعب في الناحية اللوجومية. نقطة تانية مهمة قوي هو مستوى عبد المنعم. اللي فيه انتقادات كبيرة قوي لفترة الفاترة جهري على مستوى عبد المنعم بعد رجوع من بطولة أفريقيا. ففيه نقطة الناس لازم تخلي بالها منها أن منظومة كيراش غير منظومة موسيماني. منظومة كيراش كانت بتحمي كل لعب من أي عوار فردي ممكن يتحط فيه. وما بتحصلش أي لعب أنه يتحط في موقف فردي هو ما يقدرش عليه. لكن منظومة الأهلي انت دايما بتهاجم. انت دايما مطير الوينجات. فدايما عبد المنعم في موقف واحد على واحد. دايما عبد المنعم في موقف ساعة اتنين على واحد. فممكن يكون هو ده سبب نزول مستوى. على المستوى الآخر بقى سيب بيرامدز الجهري. بس إبراهيم عادل واحد من أهم اللعيب اللي هتبقى بكرة في الملعب. وبشوف أنه حيبالي دور مع بيرامدز بكرة. وممكن يبالي دور مع المنتخب كمان.